للمرة الرابعة في تاريخه يصدر البنك المركزي الأمريكي نسخة جديدة من فئة المئة الدولار والمميز هذه المرة هو التقنية العالية التي تم استخدامها في هذه الفئة لمنع عمليات التزوير بحيث يصعب تقليدها أو طباعتها فئة المئة الدولار الجديدة نتاج عشر سنوات من الأبحاث والتصميم فأبرز التغييرات تتمثل في إضافة خط أزرق ثلاثي الأبعاد يتحرك في دخله رقم مئة وعلامة الجرس مع حركة الورقة في الاتجاهات المختلفة ومع الحركة أيضا يتغير لون الجرس داخل المحبرة ولون الرقم مئة من البرونزي إلى الأخضر ثم يختفي الجرس كما طالت التعديلات صورة بنجامين فرانكلين حيث باتت بذلته أكثر بروزا من السابق وأضيفت صورة أخرى له على يمينه لا تبدو واضحة إلا إذا تعرضت للضوء المباشر تعديل الأوراق النقدية ليس جديدا على السلطات الأمريكية حتى فئة العشرين دولار تغيرت في السابق ولحقتها فئات الخمس والعشر والخمسين دولارا لأن هذه الفئات وإن كانت أقل قيمة إلا أنها من أكثر الأوراق النقدية تزويرا نظرا لكثرتها في الأسواق وسهولة تدولها أضف إلى ذلك أن التجار يهتمون دائما بفحص المئة الدولار خوفا من أن تكون مزورة ويتغاضون عن الفئات الأصغر المئة الدولار الجديدة سيتم أطلاقها في الثامن من أكتوبر المقبل على أن يستمر تداول الورقة الحالية لفترة لم تحدد بعد اشتركوا في القناة